أهلا بكم شكا مواطننا في محافظة شبوى من ارتفاع تكاليف المعيشية خصوصا أسعار المشتقات النفطية والمواد الأساسية وقالوا في تصريحات اليمن شباب أن هذا الارتفاع أثر على المواطن بشكل كبير جدا بحيث أصبح عاجزا عن تلبية بعض الاحتياجات الأساسية وطلبوا الجهة المعنية والحكومة بالتدخل لإيجاد حلول عجلة لاستقرار الوضع المعيشي والتمويني ووضع حد للتضخم لتضخم أسعار السلع والخدمات فعلى المواد الغذائية والنفط وهذا البترول والديزل نحن بالنسبة كمواطنين أثر فينا تأثير سلبي جدا 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 بحيث أن المواد الغذائية الآن لا يستطيع الاشتري المواطن لا يستطيع لا راتب كفة لا عمل يومي الآن صار كل شيء على كهل المواطن كل حاجة صارت على كهل المواطن تعبان مواطن يعني محتاج مساعدة من الجهات المعنية بأنهم ينظروا للمواطنين هذا الدخل المحدود وكيف الآن يواجهون ظروف الآن مقبلين عن رمضان ورمضان عبواب نتمنى إن شاء الله من الجهات المعنية أن تتدخل في تحسين سعر الصرف وحيث أن تكون المواد الغذائية بسعر أنقص من الآن نشوف الأسعار شيء غير عادي الأسعار المواد الغذائية هي مرتبطة بأسعار الصرف بشكل عام في اليمن كامل فالأسعار مرتبطة بالأسعار العمل اليومية فهذا يأثر سلبياً على تغيراتها اليومية إن كانت مواد الغذائية أو بناء أو نفطية فهذا يعود إلى البنك المركزي إلى الحكومة أنها تعمل حلول لهذا الأعمار